موسيقى السلام عليكم و أهلا و سهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيدتي و رفقكم في هذه الحلقة على مدى ساعتين من الوقت عبر خليجية و يرافقني في تقديمها خلود من الرياض و جهان من جدة مساء الخير جميعا مساء الخير ميسا وتحية طيبة لمشاهدين الكرام مواضينا اليوم متنوعة وتقارير تشمل مختلف الجوانب الحياتية من ضمنها الحديث عن أساليب وأسباب استغلال المرأة لطيبة الرجل فخليني في البداية قبل تفاصيل أمسي على الزميلة خلود في الرياض مساء الخير خلود مساء الخير ريهان وتحية لكل يوم عن انضم لمتابعتنا في فقرة اليوم سأدخل عالم غريب يصعب تفسيره و يتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بحس السادسة تابعوني بعد قليل أما الآن العودة للزميلة ميسا نتعرف على بقية حلقة اليوم إليك ميسا شكرا يا خلود مشاهدين أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر حسابات برنامج سيدتي على تويتر و فيسبوك الظاهرة على الشاشة طول اليوم طبعا وأيضا مشاهدين ندعوكم لزيارة صفحات سيدتي نتع على تويتر و فيسبوك وأما البداية كالعادة نذهب مع العنوين في سيدتي اليوم كيف تتعامل المدارس مع الأطفال الموهوبين وهل يجب فصلهم عن زملائهم العاديين وما دور العائلة في تنمية قدرات الطفل الموهوب الحب في زمن البوتوكس تجربة كتابية أولى لجهاد التابعي وقضايا المرأة ملونة بريشة الشروق أمين حياة أحمد راتب بين الحياة والموت فما صحة ما يتم تداوله ماجد المهندس احتفى مع روتانا ببداية فصل الربيع وبيروت اختتمت أيامها السينمائية أليساندرو منديني عرض قطاعه ثمينة من المجوهرات في معرض أرد ديباي أهلا بكم مشاهدينا تفضل الكثير من السيدات الارتباط بالرجل طيب القلب لما قد تعكسه شخصيته على حياتهم الزوجية فتتسم ربما بالاستقرار وقلة المشاكل في وقت تستفيد بعض السيدات من هذه الشخصية بأغراض أخرى ما هي الأغراض نتعرف عليها مع جهان من جدة جهان طبعا أنا ركزت أنه بعض السيدات فخلينا نشوف ضيفك الكريم رح ياخد بعض السيدات ولا رح يقول لنا النسبة ولا قديش الوضع طيب حنشوف مع الدكتور ميسر طاهر قليل بعد ما نشوف هذا التقرير لأنه كما ذكرت ميسر أنه في بعض النساء بيستغلوا هذه الطيبة في الرجل للحصول على ما يريدون خلينا نتناقش بعض التقرير إذا كنت من أولئك الرجال الذين لا يردون طلبا لحواء ويقدمون لها كل ما تحتاج وتطلب فيبدو أنك ستنظم لقائمة الرجل الطيب والذي سيتعرص في كثيرا من الأحيان لاستغلال المرأة والتي لا تتردد في وصفه بالسذاجة والغبع سيدتي فتحت التحقيق على صفحتها وحملت اتهام الرجال من استغلال المرأة لطيبته مؤكدين بأن هذا ليس ضعف بل هو رحمة وتقدير النساء رفضون بإصرار هذا الاتهام وبنسبة كبيرة ربما لعدم اقتناعهم بأن ذلك صحيح ولكن هذا بالفعل حدث ربما حاولنا أن نوجه السؤال للطرفين فجاءت الإجابات كالتالي أنه ما هي ما تستغل الرجل بس ممكن الرجل يستغل المرأة في بعض النساء بتستغل الرجل طيب بس يلي عندها أخلاق ومبادئ وإيمان ما بتعملها الطريقة أبدا طبعاً ترجع لحسب شخصية المرأة ولحسب شخصية الرجل أحياناً يكون الرجل طيب والمرأة مو طيبة فممكن تستغله يعني وأحياناً للعكس فين الرجل الطيب أساساً في هذا الزمان مفيش رجل طيب تستغله في حالات إذا كانت إنسانة تبقى منه شي معين وهو يعني مراد ينفذ له هو بالشيء اللي هي تبقى بالزبط يعني أنا نفذه بس بشلوب تاني نقوله صحيحة يعني في أغلب الأحيان صحيح والعكس صحيح يعني الرجال أيضاً برضو يستغل المرأة الكلام مضبوط أغلب مؤظم النساء طبعاً يستغلون الرجال من نواحي كثيرة وبلا أخص زي الطلبات مثلاً ممكن يكون فيها يعني حريم يستغلون الرجال طيبين مرة طبعاً ما في رجال طيبون كثير يعني يكلهم 1% يعني تقريباً المرأة لا تستغل الرجال طيب وإنما بعضهم يكمل بعض لا أنا ضد فكرة أن المرأة هذا المقولة طبعاً لأن المرأة لا تستغل الرجل الطيب لكن في نفس الوقت المرأة لا تحب الرجل الضعيف مع مختلفة الآراء بين الرجل والمرأة يظل العقلاء مدركين جداً بأن الطيبة الرجل ليست بالضرورة هي مؤشر للضعف بقدر ما هي قوة متى ما فرطت بها المرأة ستتبدل حياتها رأساً على عقب لبرنامج سيدتي بشار نجار جداً للحديث عن الرجل الطيب وتعرضه للاستغلال من المرأة أرحب بالاستشاري النفسي والأسري دكتور ميسر طاهر أهلاً وسهلاً بك دكتور دكتور فيه هجوم رهيب من المرأة على الرجل لغوا موجود أنه فيه أصلاً وجود رجل طيب في هذه الحياة أنا رأيي أنه دائماً الواحد في تعليقاته يتحدث من منطلق تجربته الشخصية سواء من معانا هو أو من اللي بيشوفه من اللي حواليه فيوم اللي تنكر إمرأة وجود رجل طيب أغلب الظن هتكون كمية الخبرات اللي شافت فيها رجل غير طيب هي الأساس والعكس صحيح في إحدى الأخوات كانت بتتحدث عن الموضوع باعتباره موضوع باتجاهين يعني فيه رجال طيبين وفيه نساء طيبات وفيه نساء بيستغلوا هذا الطيب وفيه رجال بيستغلوا هذه الطيبة فهي الحقيقة طيبة ممكن تكون عند الرجل وعند المرأة ويكون الطرف الآخر مستغل لها في سيدة كبيرة كان لها تعليق أن السيدة اللي تحكمها المبادئ والقيم غالبا يعني لا توظف مثل هذه الطيبة توظيفا سلبيا أنا أميل إلى هذا وأكثر من كده المرأة الحكيمة والرجل الحكيم يدرك جيدا بأن الطيبة يفترض أن يتم التعامل معها تعامل يعني راقي لأن الإنسان الطيب واحد من اثنين أو خليني أقول بلغة الرياضيات الطيبة بتتحرك على خط مستقيم بيبدأ من طيبة مطلقة تصل إلى حد السذاجة وممكن تقولي عنها بالبلد كده إلى حد الهبالة يعني ما هو داري إش اللي بيحصله أو يحرام في طيبة لا في أي وم بالضبط هذا ممكن ينقل على له يحرام ومسكين وإلى آخر العبارات اللي احنا بنستخدمها وفي طيبة أخرى لا هو عارف ومع ذلك إش ميسوي؟ مطنش ليه؟ الصنف دا من الرجال أو النساء الطيبين اللي بيطنشوا دا زي ما يقولوا بعض الناس دا يعني بيمشي بمزاجه عشان إيش؟ عشان إيش؟ إما إش فاقا على اللي قدامه وانت دي بتلاحظيها عند الآباء والأمهات يجيكي ولد يقول لك بابا والله أنا مسكين أنا تعبان أنا جيعان أنت عرفاته بكاش وبيعمل الحركة دي عشان يأخذ منك اللي هو عايزه هنا الأب أو الأم اللي بيمشوله هما بيمشوله بمزاجهم إشفاقا عليه مراعاة من التمشي دي حس إنه هو استغل طوال هذه السنين اللي راحت ما ينلام لا إيش هيسوي؟ ما ينلام هل ممكن هل هيسير عدواني؟ ممكن أو شخصيته كلها هتتغير؟ ممكن جدا يعني تخيلي معايا لما أنت تكوني أم وعندك ولد أو بنت شباب باب وبيحتاجه وانت مشغولة جدا ما معنى بغافز طب خد البطاقة وروح أصرف وروح يصرف وقال لك أنا أخذ خمسين هو ما أخذ خمسمية هل بعد كم من المرات أنا أعتقد مرة وحدة تكتش فيها حتمنعي عنه دي البطاقة فلما يكون رجل زوج أو أب لأنه ممكن يكون بي يقوم بأحد الدورين أو بالدورين معا هو أب وهو زوج أيضا ويجد بين زوجته أو من بنته مثل هذا الاستغلال ولفترة زمنية غير قصيرة ثم في جزئية كمان مهمة لازم نقف عندها أن شريحة من النساء في لحظة معينة لو شوية هو أوقف البزبوز ممكن تمسح كل الماضي حقه إنت عمرك ما سويتني إنت عمرك ما عطيتني فهو يطالع يشوف يعني بعد كل ده برضي أنا أعامل بهذا القدر من الجحود الكبير فليس غريبا وليس مستبعدا أنه شوف منه ردة فعل زي ما أقول المثل يقلب على الوجه التاني ويتم التعامل من طرفه معاها بطريقة فيها صخب بس معاها ولا هو شخصيته أصلا من دار رجل الطيب الوديل نعم أنا معاكي باب الشراء كل المبادئ حقته القديمة والطريق القديمة يقلبها مع كل الأوالي مو بس هي فيقوم بعملية تعميم أنا أصلي تعاملت وكنت طيب وأعطيتم وفي النهاية في النهاية انضحك علي وفي النهاية كأني لم أفعل شيئا جيدا مين هو الرجال الطيب وليه قد كده السيدات شايفين في زمننا دا أنه ما في رجال طيب يمكن تكون الخبرات اللي بتطفو على السطح الغالب منها الرجل اللي بياخد أكتر مما يعطي أو الرجل اللي يبغي يتحكم بهذه المرأة ولا تنسي أنه العصر اللي احنا عايشينه هو أنا بتقدير ممكن تسمية العصر الانتقالي لا المرأة في كثير من الأحيان بكل أسف تقدر تفهم طبيعة الرجل الطيبة والمساحة اللي أعطاها هي وتستغلها أو أنه هذه المرأة وصلت إلى مرحلة لأنه خلاص أنا الآن وصلت إلى مثلا مرحلة استقلال اقتصادي أنت مالك علي أخرج من حياتي أو ممكن تتعامل معه بقدر كبير جدا من الندية وهذه الأجيال الحالية بديني نشوف المناظر دي فيها بوفرة أنه هي أنت بتحكم فيها ليه؟ هذا حين مقياس المرأة للرجل الطيب اللي هو يمشيها على هواها بالضبط اللي بيديها مساحة من الحرية تكاد تكون بلا نهاية صح فإذا كانت امرأة حكيمة وعاقلة أغلب ظني إذا هو ما رسم الحدود هي حترسم الحدود ليه؟ لأن العقلة والحكيمة هي امرأة تعرف ما لها وما عليها إيش هي حقوقي وإيش هي واجباتي لما أقول واجباتي إذن أنا حسبت حساب مين؟ حق هذا الرجل أنه فيه عند نقطة معينة أنه لازم أوقف ما أتجاوز أنه هذا رجل هذا زوج هذا أب هذا ينبغي أن أعطيه ينبغي أن أساند ينبغي ينبغي إلى آخر بالمقابل إذ هو ناضج هو لي وحده يرسم الحدود فلا يبغي ولا يتجاوز ولا يطغى ولا يظلم ولا يستغل المسألة أنا ضد أنه يقال الرجل الطيب تستغله امرأة لأنه ممكن أيضا تكون امرأة طيبة تستغل يا ما فيه النساء بيستغلوا لسنوات طويلة جدة لا إحنا قياس الاستغلال كمان نسبي يعني ما اللي بيصير إحنا معانا أو ما بيأخذ الرجل كحق من المرأة بيقاس لو أنه جاء من الند التاني بيقاس أنه استغلال يعني هو نفسه بيأخذ نفس هذا الشيء من المرأة شوفي يا جهان أنا تصوري أنه الآن إحنا في مرحلة زي ما قلت انتقالية مي واضحة لحدود يعني لا هي واضحة في أذهان شريحة كبيرة جدا من النساء والرجال إيش هي حقوقي وإيش هي واجباتي أين أقف إيش المسموح للمرأة أنه هي تعمله وإيش المسموح للرجل أن يعمله وإيش المسموح اللي مو مسموح للمرأة أو لرجل أنه يفعلوه في حق الأخر نتكلم على العلاقة الثنائية بين الاثنين أنا أتصور أنه واحد من الأسباب اللي تخلي مثل هذا التجاوز يحصل أو الاستغلال يحصل دولا هو عارف فين يقف ولا هي عارفة فين يقف طب مين المفروض يحط هذه الحدود؟ المرجعية المعتمدة الشرع أو لا؟ الشرع مع مقاصد الشرع ليس الشرع بنصوصه الظاهرية فقط وإنما هذه النصوص الظاهرية تأخذ وتحلل على ضوء مقاصد الشريعة كي يعرف الرجل وتعرف المرأة من أين يبدأ كل منهما وأين ينتهي مثال إذا سمحته لي بس أليس كنت أقول لي المثال فيما يتعلق بما للمرأة فين الحدود التي تقف فيها يا رجل فين تنتهي؟ ما للمرأة ليس حقا للرجل فيه ولا واحد بالمليون إلا إذا هي يعني عن طيبة نفسه يقول وعطته الآن إذا أبغى أنظر لهذا الموضوع هناك رجال يعتبرون أن لهم الحق في مال المرأة في رجال البطاقة بطاقة الصراف حق المرأة إذا كانت موظفة معاه مو معها فإذن من اللي يحط هذه لو ما أعطته أو ما ساعدت حدوم لهيام وممكن تؤدي إلى طلاق وحيقول إن هي أنانية وإن هي ما بتساعدني وممكن بعدين يرجع يقول لك إنه طيب ومهي بتاخذ من وكتي ومن وقت عيالي وإلى آخره وكأن القضية صارت قضية مقايضة الحدود لكن الدكتور مش هي تبقى المساواة؟ ولا هي في أشياء وفي أشياء بلا شك بلا شك هذا حيفتع علينا باب كبير الحقيقة إذا نبقى نتحدث فيه إنه مسألة شائكة وفيها كثير من القضايا اللي صارت الآن عائمة من محددة طب إذا الجانة ثانية للموضوعنا اللي هو الاستغلال متى نقدر نقول بعقلانية من غير أي انحياز لأي طرفين متى نقدر نقول هذه المرأة فعلا استغلت هذا الرجل الطيب إيش الجوانب؟ أقول لك الجوانب كده بالبلدي مو في مثل يقول إذا كان حبيبك عسى لا تلحسه كله إذا لحسته كله وأكلته كله وفوق ده كله جحدته فهذا قمة الاستغلال يعني الاستغلال مع الجحود طبعا لأنه كثير من الرجال ممكن بالطيبة والاحترام والتقدير تأخذ عيونه صار ولكن أخذ منه كل اللي أبغى وفوق اللي حق اللي إني أخده وبعدين أقول له أنت شو سويت ما كل الرجال بيسووا كده هذه عوامل هذه جمال بيسمعوها الرجال في كثير من الأحيان هي اللي بتسرع ثورته عليها صار وبيخليه يقول طب هنبديك إليه يعني إيش اللي مستفيده أنا إذا بعد كل هذا التعب والشقة والعطاء والكرم والحرية اللي أعطيتك إياها وهي بمساحة كبيرة جدا في النهاية لا حمدا ولا جزاء ولا شكور صحير طب دكتور يعني أنا بس يعني أعرف منك أنه كيف ممكن الرجال الطيب الحليم العاقل الهادئ يحافظ على هذا كل هذه الصفات الجميلة المفروضة اللي احنا بنفتقدها كثير الآن مع كمان أنه هو يعني يكون لسه عنده هيبة لسه هي بتشوفه شيء كبير شوفي يا بنتي النساء أصناف وفي كل صنف درجات فيه نساء والله لم يحتاج الرجال يفتح فهم وبكلمة معها تفهمها لوحدها صح بل وتكون حذرة حتى في تخطي الحدود أو في الاقتراب من بداية الحدود فيه نساء لا على رأي المثل يعني المثل الفلاحي هو يقول لك ركبناك ورانا على الإحمار مديت يدك على الخرج فمو بس والله يعني إحنا ركبناك وعشان نوصلك من مكان لمكان لا وبرضو حتى أخذ اللي احنا نملكه فيه نساء كده يعطيها خليني أقول خمسة من أي معيار من أي شيء تبغى ستة وإذا أخذت ستة تبغى تمانية وهكذا فهي تنظر للرجل باعتباره مصدر للمكسل والعلاقة أصلا بينها وبينه تكون علاقة بهذه الصورة ما علاقة احترام متبادل ولا تقدير متبادل غالبا النساء اللي يستغلوا الرجل أغلب ظني إما أن يكون هذا ردة فعل لظلم سابق له وعليها فهي تبغى تنتقم الآن أو أن الرجال فعلا عمره ما ظلمها ولكن هي قصيرة نظر صحيح هي لا تتصور أن هذا الرجل يمكن أن يصل إلى لحظة ينفجر فيها ويشعر بأنه بينضحك عليه وأنه هو مستغل صح وبالتالي لا تستطيع أن تتعامل معه بمنطق اتقوا غضبة الحليم صح الحليم واسع الصدر هذا إذا غضب تكون غضبة ونسأل الله العفو العافية عبارة عن انفجار لأنه هي تكون تراكمات من شعوره بالظلم وبيحاول يلمح لكن الطرف الآخر حاطط في وحدة طين وفي الثاني عجين وبالتالي تدفع زوجها إلى مثل هذا الانفجار وينقلب رأسا على العقب دكتور الموضوع زي ما حضرتك تفضلت يعني هو شائق جدا وبيمس الطرفين ممكن برضو المرأة تستغل فإحنا يمكن نتكلم معك في حلقات تانية على هذا الموضوع لأنه صراحة هممني شخصيا هذا الموضوع أنا أشكر تواجدك معنا دكتور ميسرة طاهر شكرا لكم مشاهدين فاصل قصير ومتابعين معكم سيدتي خليكم معنا أنت متفوقة معها والطموحة معها أنت السعيدة معها الرابحة معها معها أنت الشابة الدائمة سيدتي سيدة المجلات العربية سيدتي نت معك أثناء دراستك معك في مملكتك ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة في سيدتي بعد الفاصل حياة أحمد راتب بين الحياة والموت فما صحك ما يتم تداوله وماجد المهندس احتفى مع رتانا ببداية فصل الرابحة وحييكم من جديد مشاهدينا وهذه جولة على أبرز الأخبار الصادرة اليوم ننطلق في جولتنا الإخبارية من جريدة الرياض التي أوردت خبرا عن حصول الطالبة السعودية بكلية سيدلة في جامعة طيبة أسماء الحربي على الجائزة الدولية والمركز الأول لبوسترات الطلاب بمشاركتها باختراع جهاز التئام الجروح بمؤتمر ومعرض دبي الدولي لأصيدلة والتكنولوجيا الذي شهد مشاركات عالمية وإقليمية ومحلية عالية المستوى ألف مبروك لأسماء الحربي حاولنا وتواصلنا بالأصح معها تحت الهوى وباركنا لها لكن لظروف خاصة ما قدرت تطلع معنا أسماء في البرنامج عموما حتى في تويتر أخذ شوية صدى الموضوع أن صحيفة سبق وحتى وكالة الأنباء السعودية واس ذكروا الخبر بدون ما يذكر اسم أسماء في الناس شوية زعلت بس عموما حق أسماء أكيد محفوظ عموما المشاهدين خلينا نروح لخبرنا الثاني من صحيفة الوطن إذ جاء أن نحو ثلاثين طالبة جامعية في جامعة الجوف وجهنا خطابا إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة طلبنا فيه بإيجاد هيئة نسائية داخل الحرم الجامعي في خطوة للحد من بعض الظواهر السلبية على حد ما ورد في البيانة الذي ضم تواقعهم وتأتي هذه المطالبة بعد انتشار ظاهرة الفتيات المسترجلات وانتشار الملابس الشفافة والعارية وتصرفها تخدش الحياء داخل الجامعة كما ورد في البيان من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لهئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجوف رزق المشفي أن المطالبات بشكل عام صعبة التطبيق إذ يمكن ضبط المخالفات عبر لجنة الانضباط بالجامعة لافتا إلى أن دور الهيئة تقوم أو يقوم بالتوعية فقط طبعا موقف المتحدث الرسمي من هيئة الأمر بالمعروف كثير موقف يعني جيد أنه عرف أنه هذا مو مسؤوليتهم ومسؤوليت الجامعة وهذا الشيء المنطقي الطبيعي فأتمنى أنهم من الطالبات يروحوا للجامعة إذا عندهم مشاكل هذا النوع ويسمعوا لموظف الهيئة عموان مشاهدين من موقع العربية نت أقرأ لكم الخبر الثالث إذ طالبت عضوة مجلس الشورى السعودي حياة سيندي بإدارة مستقلة للمرور والسلامة ترأسها امرأة لأن الدراسات التاريخية أثبتت أن المرأة أفضل عالميا في تطبيق واختراع أنظمة السلامة والمرور وأشارت إلى أن الكيس الهوائي في السيارة يعد من أبرز اختراعات المرأة وقالت حياة سيندي قبل أن نطالب بحق المرأة في قيادة السيارة نطالب بحقها في أن تكون صانعة قرار وتحدث من يدلها على شارع واحد في السعودية تنطبق عليه مواصفات السلامة العالمية من العاصمة الرياض نتابع جولتنا الإخبارية إذا أقيم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الدورة الجديدة من مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة تفاصيل في هذا التقرير برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تستعد مدينة الرياض لانطلاق فعاليات مهرجان الجنادرية في دورته الثامنة والعشرين فقد أقيم ظهر اليوم المؤتمر الصحفي لإفتتاح الجنادرية برئاسة معالي نائب رئيس الحرس الوطني المساعد الأستاذ عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري ليؤكد موعد افتتاح الدورة الثامنة والعشرين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة والذي سيفتح أبوابه في الثالث من إبريل القادم فإن المهرجان برسالته التراثية يعد تذكيرا وليس ذكريات فحسب أي تذكير بما نحن فيه من نعمة كبيرة مقارنة بحال الماضي لنحمد الله تعالى عليها ونعمل على تنميتها بالشكر لله عز وجل والاستقامة والجد والاجتهاد مهرجان الجنادرية يأتي في إطار إحياء الثقافة السعودية وإبراز تراثها الثقافي العريق فلهذا العام تشارك دولة الصين كضيف شرف للمهرجان ويتوقع حضور الفنان جاكي شان كسفير ثقافي لها إلى أخبار المشاهير ننتقل فيها اليوم مجد المهندس احتفل مع روتانا ببداية فصل الربيع وبيروت اختتمت مهرجانها السينمائي لهذا العام نتابع في هذا التقرير أحيى برنس الغناء العربي النجم ماجد المهندس حفلاً فنياً ناجحاً في إمارة دبي وسط استقبال الجماهيري حاشد من مختلف الدول الخليجية استمتعوا بأداء المهندس الذي قدم وصلة فنية منوعة بين الأغاني العراقية الشهيرة وأغانيه الرومانسية القديمة والجديدة أعرب الفنان الكوميدي الكبير أحمد راتب لموقع سيدة نات عن اندهاشه من انتشار شائعة وفاته بشكل كبير أمس موضحاً أنه يعيش بشكل طبيعي ويتماثل للشفاء بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً وأنهى راتب كلامه مؤكداً أنه لا يخشى الموت اختتمت في صلاة سينما متروبوليس أمبير في بيروت الدورة السابعة من مهرجان أيام بيروت السينمائية الذي تنظمه الجمعية الثقافية بيروت دي سي وتعتبر هذه الدورة من أهم دورات المهرجان نظراً لعدد الأفلام المشاركة ومواضيعها وصولاً إلى الإقبال الإعلامي والجماهيري الذي رافق المهرجان في إقبال جماهيري على المهرجان كان خاصة على الأفلام اللبنانية وهذا شيء طبيعي لأنه معظم الأفلام عم يعملوا عرضهم الأول فبطبيعة الحال عم بيكونوا كل فريق العمل وأول مرة فيه عم ينعرض ببيروت فأكيد بيكون عنده غير طعم وغير نكا وبعتقد عبر السنين نحنا صار عنا إذا بدك جمهورنا صار موجود عم بيجي وعم يحدى كان البرنامج كمان مساعدنا أنه يكون عنا أكثر أفلام حبيناها صاير فيه حركة بالعالم العربي لأنه صاير إذا بناخد مثل بالأردن وجود الهيئة الملاكية الأردنية وهالحركة يلي عم بتصير أو وجود مركز السينما بالمغرب يلي عم بتصير حركة الإنتاج صحيح بعضها عم بتصير بإنتاج مشترك بس أنه وجود مهرجانات الخليج فيه سناديق داعم عم تدعم مثلا الأفلام الوثائقية مثل صندوق أفاق أو شريكنا مؤسسة الشيشة ببيروت يعني اليوم الحركة كتير مختلفة عم بتعطي نتاج أحسن ونحنا كنقلنا الحظ أنه نختار من هيدا النتاج كتير مهمة هذي التظاهرات لأنه بصراحة بتخليك تحس أنه بعدنا بألف خير بمحال معين كتير صغير وهيدا الشي مهم بصراحة هيدا المهرجان كان كتير لزيز كان في أفلام كتير حلوة عم بتعالج كتير لقضايا العربية اللي عم بتصير حاليا والمفاجأة بالنسبة لقاليا كان الفيلم السعودي اللي كان فيلم الافتاحي اللي بصراحة كان رائع ورتير حق بيته ورتير فيلم لذيز وهيك فيه أحساس حلوة كل يوم تقريبا كنت عم بحضر فيلم مينموم أو أكتر عم تابع أكتر شيء لأفلام الوثائقية لأنه عم بيطلع من لبنان ومن الوطن العربي أفلام كتير مهمة بالوثائقية وأفلام طويلة بعد ما شفت نطرة تنزل بالصلاة كرميلة شجع وأجي أشتري بطاقة وأحضر الأفلام بالصلاة مهرجان أيام بيروت السينمائية مهرجان غير تنافسية والجوائز التي تمنح في ختام هذا المهرجان هي جوائز مادية لدعم المخرجين الشباب هذا العام منح الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق جائزة بقيمة خمسة ألاف دولار أمريكي لمشروع الوثائقي لبناني طويل قيد التطوير وكانت من نصيب المخرجاء فيروس الرحال كنا نقول لك أنه أنا أول ما بلشت بدي أعمل أفلام أو ما بلشنا بالكارير تابعولنا كان حلم كتير كبير أنه واحد يعمل فيه كان كتير صعب وهلأ مع كل هيدول الإشياء وخاصة مع آفاق يعني هيك بيجيك إنسان تفشوك يعني بيقولولك برافو دويت أنت يويل دويت يعني الفيلم بيكتير بريفلي هو فيلم بيحكي عن بيروت يعني البطل هي بيروت بكل تفاصيل حياته هياخد سنة تصوير من وقت ما يبلش التصوير لحتى نقدر نفوت بتفاصيل حياته بقول للمنحبها والما منحبها اللي بتخلينا نتعلق فيها وتخلينا بدنا نفل منها وتخلينا بدنا ننفل منها وتخلينا بدنا نرجع عليها فهو عن بيروت جولتنا الإخبارية مشاهدين انتهت هذا فاصل ونتابع اسمها نوف التقت أمها بعد عشرين سنة من الفراق اسمها شمس خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح اسمها ندى أو وفاء لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة كيف نجعلها تتمسك بالأمل قصص سيدة الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة في سيدتي بعد الفاصل الحاسة السادسة صدفة أم ميزة يختلف بها شخص عن آخر وهل الذكاء في التحليل يدخل تحت مضلة الحاسة السادسة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا شعور غريب يتملكنا في بعض الأحيان قد يحمل خبرا سارا أو العكس تماما وبهي إلا ساعات أو أيام حتى نرى أمامنا ما شعرنا به البعض يفسر هذا الموضوع بأنه حاسة سادسة والبعض الآخر يعتبره صدفة مع خلود في رياض راح نفهم أكثر عن هذا الموضوع لكن بعد هذا التقرير عرفت الحاسة السادسة بأنها إحساس فطري لا إرادي والحاسة السادسة ملكة لا يمتلكها الكثيرون فبين كل ثلاثة ملايين إنسان يتميز أحدهم بهذه الحاسة ولوحظ أن النساء يمتلكن هذه الحاسة أكثر من الرجال دعونا نرى ذلك ونتعرف على الحاسة السادسة لدى ميسا أول مرة أكتشفت أنه عندي الحاسة السادسة بتذكر صارت معي هيك قصة كبيرة صغيرة فأنت حاسي حالي بلبكة متوترة وخايفة النوع ما يعني بس بدون سبل كنت ملبكة متوترة طلت أفكاري تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي وضلتني أفكر أنه شو ممكن يصير يعني بعدها بتقريبا شي نص ساعة بتذكر صاحبيتي بتتصل فيني وتقلي أنه صاحبتنا بمستشفى دخلت على المستشفى وكانت فاتي على بونه صورة ألاحظ أنه قبل ما تصير شغلة أي شغلة تصير معي أكتريتها يعني الشغلات المش المنيحة بحس بالخوف بكون متوترة وبضلني أفكر فيها لحدة ما شغلة تصير ما شغلة تصير أنا ما عندي حذب العائلة عند الحاسة السلسل بس بالنسبة للموقف اللي بتصير معي فيك تقولي أنه أنا مراتة بمبحث يعني أنه بشكل يومي مراتة بتيجي بس فترات طويلة يعني مرة بتيجيني هالإحساس مرة بالشهر من فترة أصيرة جدي كان بالمستشفى وفي يوم الأيام صحيت وحسيت أنه نفسيتي كمكت مرتاحة حسيت فيك تقولي أنه الطاقة السلبية كتير قوية أمت مزعوجة بس ما حسيتش بالخوف بس كتير كتير مزعوجة وكت كتير متضايقة كفيت يومي رحت عالشغل بعديها بتقريبا كم من ساعة من المي بتتصل فيني بتقلي أنه جديد وفا وأنا ما بفضل أنه يكون عندي هذا الإحساس لأنه بتعيشني بالحال مرتين بصير بدل ما أنا قبلني يعني قبل ما تصير هالشغلة بيكون أنا أورادي خايفة ولما بتصير هالشغلة بكون أنا يعني موقف مزعج بفضل أني أنا أعيش دايما دبعا مش متوقع أنه شوك ما يصير بحياتي مرحبا عزيزي المشاهدين والحديث أكثر حول هذا الموضوع وروحي بعلاجية نفسية الدكتورة شي ماهي لأن ألين دكتورة ونورتينه للمر المليون ألين صحيح لديك ربي إيش رايك أول شي نبقى نتكلم تعريف الحاسة السادسة كذا سريع يعني قبل ما نتكلم عن الحالة كمان اللي شفناها الحاسة السادسة هي le Hawse принцип iegshana هي السادس الحواس للإنسان الإنسان عنده خمس حواس اللي هي تعتبر الخمس قنوات اللي بندخل فيها كل المعلومات اللي بندركها من حوالينا بتدخل لعق لنا من معار الخمس حواس دول فالحاسة السادسة هي تعتبر استغلال الخمس حواس اللي قبلها ولكن بطريقة مختلفة شوائية طب يعني هي تعتبر هي تكون موجودة مع الإنسان ولا أنه يكونها الإنسان من تخيلاته وتوقعاته هي طبعاً بتقوم على التوقع هي فرع من فرع علم النفسي اسمه البراسيكولوجي وهو معترف بيه علمياً عند كل الناس ولكن بدرجات متفوتة عند كل البشر، عند كل الكائنات، حتى الحيوانات ولكن عند الحيوانات بس يكونوا أعلى عند الحيوانات أيها تكون أعلى شوية أعلى ليه؟ لأنه الحيوانة عنده يعني ما عندهش أنشطة كتير في حياته فبيبقى مركز في إحساس معين لكن عكس الإنسان الإنسان عنده فراية كتير تنوع في حياته كتير لكن هي موجودة عند كل البناء أدمين كل الإنسان لكن بدرجات متفوتة تكون بدرجات متفوتة طيب نجيب مثال كذا كيف تكون الدرجات متفوتة يعني مثلاً زي شفنا حالة الآن في التقرير هذه أنت في رأيك إيش بسسميها اللي شفت أنت تقول لك بحس وبعدها جاني اتصال وصار اللي أنا حسيت وكذا خلينا أقول لك تفسيرها العلمي وطبعاً لما جم العلماء يتفقوا على تفسير علمي للحسة السادسة لم يتفقوا على تفسير معين أو محدد أو واضح خالص يعني اختلفت الأراء حواليها ولكن تفسيرها المنطقي يجي زي يجي أن الإنسان من خلال القنوات الحسية اللي هي الخمسة اللي قلنا عليها اللي إحنا عندنا خمس حواس اللي هي التزوق والشم والإحساس والسماع والرؤية الخمسة دول بتدخلك عبرهم يعني بتدخلك عبرهم كل الإدراكات اللي حواليك بتدخل بقى في إيه في أوقات مختلفة وأزمنة مختلفة وبيبدأ العقل يحوش 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 معلومات وخبرات ومواقف متراكمة 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 وبعدين تظهر في وقت الطربيت يجي لا إرادة أيها فدي ما بتبقاش هي يعني مش من السماء كده لا مثلاً أنت لو حسيتي لو جيت تفكري في حاجة معينة مثلاً معلومة مثلاً نسيها مثلاً أنت كنت لابسها إيه في المناسبة الفلانية مثلاً وقعدت شوية كتير تفكر تحولي تتذكري وبعدين رميتي الموضوع من دماغك فجأة وبلا أي مبرر وبلا أي مقدمات تلاقي نفسك افتكرتي ده معنى أن عقلك بيضل شغال حتى لو أنت مش مدياله أردل يشتغل في النقطة دي جميل ده اللي بيحصل في الحسساتة طيب متى نقول أنه هذا من تفكيرك الباطني هذا ما له صلاح بالحسساتة يعني مثلاً التفكير الباطني في بعضهم ما بيعرفون يعني أشي يفرقوا بين التفكير الباطني ولا إن الحسساتة يعني مثلاً إنها صورت شي في مخاة لكن بعدها مثلاً نقول تخيلت حلمت عمرت القاملية شفتي أنا حيندي الحسساتة لأنه بيدخل الحسساتة على طول تقصدي بالباطن اللي هو اللاشعور اللاشعور ده هو الجهاز النفسي جوانا عبارة عن أنا بشبيهه دايماً بغرفة تين جنب بعض غرفة فيها شباك وغرفة تانية مظلمة تماماً كل اللي بيدخل الغرفة اللي منورة جزئياً دي وبيعدي عليه وقت بنرميه فين بنرميه في القضا المظلمة في القضا المظلمة دي هي دي اللاشعور عن دي هي دي اللي بتحكم في سلوكنا توقعاتنا إحساساتنا ألقنا هو ده اللاشعور هو بتاعنا كمان اللي بيداخل فيه مثلاً زي ده الواحد صحي منهم يقول لي اليوم أنا قلبي مقبول التشاؤم والتفاؤل صح كده التشاؤم والتفاؤل صح كده هو ده اللاشعور وده اللي بتحكم في سلوكي وده اللي بيبن جداً في الأحلام لكن مالوش علاقة مباشرة بالحسة السادسة الحسة السادسة عبارة عن جزء من اللاشعور ده مع تربيطات من حواسي المنطقية اللي سبق لي لكن هي بتطلع في وقتها بصورة غير منطقية آه يعني مفاجأة حتى بالنسبة للنفس الشخص لكن أصلها منطقي أصلها منطقي ولكن بتطلع بصورة في وقتها غير منطقية طيب دكتورة ممكن في أحد ممكن في أحد إنه يكون عنده يحيي الحسة السادسة ممكن إنه فيه جلسات وفيه أشياء تدريبية يعني ممكن طبعاً هي في الأساس موهبة هي في الأساس موهبة من عند ربنا تعريف كلمة موهبة إنها قدرة من عند ربنا الإنسان بيولد بيها بلا تدخل منه ولكن زي موهبة الرسم وزي موهبة استماع الموسيقى أصلا الله لها تمرين وليها أنشطة تزودها وتنميها فأقوى أقوى نشاط يزيد الحسة السادسة التأمل والتركيز وصفاء الزهن وقوة الزاكرة كل دي العمل يعني يعني كل يبغل حسة السادسة لازم يلعبوا اليوغا يوغا أيوه موحد عند رب يتحمل اليوغا أبل طيب دكتورة شيما الحين إحنا نعرف كمان إنه بيقولوا الناس يعني أجيب لكسيرة الأبراج بيقولوا الناس المائيين عامة اللي سرطان حوت مدري دائما هذول بيجي عندهم بقوة الحاسة السادسة قوية حتى بأحيان تضايقهم في حياتهم يعني غصب يعني بأحيان يبغى ما يكون إيشار بالشعور هذا هي لا تتعلق بموضوع الأبراج أو بتاريخ الميلاد قدر ما تتعلق بطبع الإنسان ويمكن طبع الإنسان متعلق بالأبراج على طول بطريقة مباشرة لكن الحاسة السادسة مش مباشرة مع الأبراج هي مباشرة مع الطبع طبعي أني قلق عرفة هي يعني زي اللي شفنا في التقرير من شوية عندها أصبح عندها من الخبرات السلبية اللي شافتها كتير كتير أصبح عندها ألأ فأصبح عندها الألأ العام من أي رن التليفون فهمة قصدي فخبرات السلبية المتكررة هي اللي بتدي انطبعها بالألأ طب في أشخاص أنا مروا علي مثلا إذا جلسوا مع شخص من أول مرة أو شي عندهم خلاص حاسة فضيع أنه هذا الشخص بيفصلونه على طول وده يعتبر نشاط أو تمرين لزيادة الحاسة السادسة لهو اختبر حدثك يعني أو قدرتك على اشتقاق المعلومة فلا لكن ده برضو ما تقدرش تجيبي واحد خبراته قليلة احتكاكه بالناس قليل ووظفته قليلة يعني احتكاكها بالناس قليل جدا وتقولي له اشتق معلومات عن أو دي نتصور عن الإنسان ده طيب لازم كمان دكتورة شايمالي بتلك الحاسة السادسة يكون عنده قدر من الذكاء فضيع مش قدر من الذكاء بقدر من الانتباه والتركيز لازم حتى ان فيه يعني جم في فترة من العلماء قالوا ان البولهاء أو العامة هم اللي بيملكوا الحاسة السادسة أكتر لكن جم خلفوها لان هي بتظهر في وقتها بصورة غير منطقية لكن هي أساسها منطقي أنا ليس ألتك لأنك شفنا حالات زي كده زي دوي الاحتياجات الخاصة ما شاء الله يعني عنده تنبو يعني عنده تنبو وعنده إذا شي بيصير تلجيب بيزعل بيزعج مدري حاس إنه بيصير يعني إنه في شي بيصير أيوة أيوة سبحان الله وضعي قرب من تفسير إن الحيوان برضو عنده قدرة أكبر ليه؟ الموضوع مش مرتبط بذكاء قدر من الانشغال بحاجات متنوعة كتير يعني أنا مثلا عندي مثلا شغل وبيت وأولاد وأطفال فصفاء ذهني هيكون مشتت في قدر من الاتجاهات كتير غير لما يكون إنسان أقل بساطة فتركيزه يكون مركز في اتجاه واحد أكبر دكتورة شيمة أنت تعرفين إحنا طبعا الإنسان يحب الفضول ويحب كل شي يمتلك جميل نصيحتك الأخيرة للناس اللي بيبتلكوا الحاسسات الناس الأولا لا يسيطر على القلق ودايما إحنا عندنا أمل أن خبراتنا سلبية تعدي وخبراتنا اللي جاية تكون إيجابية أكتر والحاسسات جميلة لو بصنالها من ناحية منطقية بتنبؤ حتى أن التنبؤ أو التوقع دي مهار من مهارة التفكير العليا ودي اللي بتفسر الحاسسات تفسير دقيق فكلنا نسعى لتزويتها يكون لطيف سمعتوا سيداتي أعطيكم العفوة احنا نشكر الدكتورة شي مع هلال وانت دائما منورتنا دكتورة وعليكم باليوغا أنا عارف أنكم ما بسوها بس يلا الآن زي العادة فاصل وواصل برنامجنا سيدتي في سيدتي بعد الفاصل كيف تتعامل المدارس مع الأطفال الموهبين وهل يجب فصلهم عن زملائهم العاديين أحييكم من جديد مشاهدينا ونتابع فقرات سيدتي من أو مع فقراتنا الأسبوعية في المدرسة وفيها اليوم إضاءة على الأطفال الموهبين وكيفية التعامل معهم هذا التقرير أولا ثم نعود للحديث الطفل الموهوب المبدع المتميز هي أسماء تطلق على الطفل الذي يحمل قدرات متميزة وقدرات يتفوق بها على أقرانه أنا أهوى العناء والتمثيل ومنذ أن كنت في الصف الأول وأنا أشارك في احتفالات المدرسة مما سعادني في التغلب على أي صعوبة تواجهني في القراءة والإلقاء أنا أحب السباحة وأنا بدأت السباحة لما أنا كان عندي سنتين وأنا عندي عشر سنين جبت جوايز كثيرة ولسه بمارس السباحة كثير مهمة البحث عن الطفل الموهوب عملية مشتركة بين الأباء والمعلمين فالتعاون عامل أساسي ليس في اكتشاف الطفل الموهوب فحسب بل في توفير الفرص له لكي ينمو روحيا وجسميا وعقليا ليحقق أقصى درجة من النمو في جوانب الموهبة التي يملكها وتختلف طرق التدريس وتتعدد لدينا برامج خاصة للأطفال الموهوبين بحيث يقدم المعلمين نشاطات بمستويات عالية تحفظ الأطفال بشكل فردي في الفصل أما للأطفال الأكبر عمرا فنحن ندربهم على الأعمال الحسابية بشكل خاص ولدينا مناهج دراسية وأنشطة إضافية محددة مثل الفن والسباحة بحيث نقدم المساعدة للأطفال للتطور إلى المستوى الأفضل نحن نعمل منذ بداية العام الدراسي على اكتشاف حاجات وقدرات التلاميذ فنقوم بعمل اختبارات تشخيصية لها ونتعرف من خلالها على القدرات التي يملكها كل تلميذ ثم من بعد ذلك نبدأ بوضع الخطط وتصميم الأنشطة اللازمة حتى نرقى بمستوياتهم فمثلا الطالب المتميز نأخذ بيده ليكون أكثر تميزا أما الطالب ذو المستوى المتواضع أو الطالب بالمستوى الضعيف فنعمل على تشجيعي لإبراز قدراته وتطويرها مما يحسن من مستوى وراء كل طفل مبدع معلم متميز فإبداعات الطفل تدلل على قدراته التي وهبها الله له ولذلك يجب أن يكون المعلم هو المصدر والملهم والمشجع للطفل الموهوب لحظت معلمتي قدرة على الإلقاء والمحادثة فعملت على تعزيز هذه المهارة من خلال اشراك في حفل عيد الاتحاد وقيام بعض العروض الصفية للزملاء في موضوعات مختلفة نحن على دراية بمستوى أي طفل لدينا في أي وقت من الأوقات لأن جميع مستوياتهم وأنجازاتهم يتم تحليلها بعناية فائقة وجنبا إلى جنب مع الموظفين نحلل النتائج ونخطط الأفضل لكل طفل طرق متعددة تساعد على رعاية الموهبة الأكاديمية والفنية عند الأطفال وتميتها فالطفل الموهوب رجل المستقبل وليس المطلوب سوى الإعداد لهذا المستقبل إذن مشاهدين للحديث أكثر حول كيفية التعامل في المدرسة مع الأطفال الموهوبين وتنمية ذكائهم أكثر وأكثر ورحب بمسؤولة تطوير تعليم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية في أكاديميات الدار الأستاذة إيمان غنوم وتنضم أيضا إلينا السيدة هبة الأسدي والدة الطالب الموهوب رياض أهلا وسهلا بكم معنا أهلا وسهلا بكم خلينا أبدأ مع أستاذة إيمان أريد أن أسألك متى ممكن نقول أن الطفل موهوب؟ طبعا موضوع الموهبة شيء جدا خاص ويجب أن يتناول مع مختصين أما بالنسبة لنا كمدارس نقوم باكتشاف بعض المهارات المتميزة لدى الأطفال منذ بداية الالتحاق بالمدرسة يعني مثلا بالروضة ممكن تكتشفي أنه في بعض التلاميذ لديهم ذكاءات متعددة ولكن ما زالت طور النمو ففي الصف الأول أو الثاني ممكن يكتشف أكثر يعني لا نستطيع قبل الصف الأول أن نقول هذا الطفل مئة بالمئة موهوب أو هذا الطفل مئة بالمئة يحتاج إلى مساعدة وحسب التنمي في بعضهم وتنمي معهم بسرعة في بعضهم على مهلهم تختلف من طفل لطفل؟ نعم لأن الموهبة سبحان الله هي هي هبة من الله موجودة بالطبيعة ما الذي يسريها لتصبح بطور التفوق هو البيئة الثرية وهذا ما نعمل عليه طبعا في مدارسنا لاكتشاف الموهبة في بداية الأمر ووضع خطط معينة تتناسب وقدرات هؤلاء الطلاب للرفع من مستويتهم من أي عمر يكتشفوا أن الطالب عنده موهبة أو لا؟ كما قلت لك هذا يعود للمتخصصين أكثر أما بالنسبة لنا في المدارس مثلا اكتشفنا السنة لدينا طفلة في صف الروضة الأولى في مدرسة المشرف التابعة لأكاديميات الدار قامت بإلقاء كلمة في اليوم الوطني في نادي الفرسان وكان الإلقاء رائع جدا ذهبت مع أمها معنا ولكن رفضت أن تقف مع أمها على المسرح وقفت بنفسها وألقت الكلمة وكانت رائعة جدا فشعرنا بأن هذه الطفلة لديها موهبة لغوية وهذه المواهب أصلا تقسم حسب الذكاءات فمنهم من هو موهوب باللغة، من هو موهوب بالرياضيات، من هو موهوب بالموسيقى، من هو موهوب بالرياضة ونعمل نحن على تنمية هذه القدرات وهذه المواهب ممتاز سيد هبة أبغالس لك كيف أكتشفت أول شيء موهبة ابنك؟ هل كان من البيت أو من المدرسة؟ صراحة إحنا كنا عايشين بالولايات الأمريكية المتحدة وجينا كان رياض عمره 6-7 سنوات ودخل الغريبا ممكن شرفته في الولايات المتحدة لا، جينا على مدرسة التابعة لأكاديميات الدار وحسيت بعد فترة، يعني تأقلم بالجاو وتأقلم مع أصحابه مع المدرسة كان بس حسيت بعد فترة حسيت فيه ملل وهو عنده عشق لمادة الرياضيات فروحت حكيت مع المدرسة وأخذوا هذا بعين الاعتبار كيف حسيت معلش الملل؟ يعني لما بذاكه هنا تلقل؟ يعني هو يجي إلي أنه أنا كل هذه الشغلات أنا أردي أخذها أنا حاسس ملل، أنا ما فيه أو في المنهج للرياضيات تحديداً؟ بالظلط، فعني لما رحت زي ما عم بقولك حكيت مع المدرسة والمعلمات أخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء ويعني أنا بشكرني كتير لأنه حطوه بشو اسمه؟ بصف متقدم والحمد لله هل لا يعني كتير متفوق وسيدة إمام عليش بس أسأل عن الصف المتقدم اللي وضعت فيه الرياض هل تحديداً يكون لمادة الرياضيات تحديداً ولا بيكون لكل المواد في المادة التي يتميز بها، يتميز مثلاً بالرياضيات لدينا مستويات بالرياضيات إذن رياض مستوى هنا يوضع بس في حصة الرياضيات بيروح لمرحلة أعلى بس باقي المواد بيدرسها بشكل طبيعي كيف يميز الرياضي في الرياضيات؟ هل حسابياً أم هندسة؟ يعني على سبيل المسألة بدي أقول لك يعني هلأ أستاذه هاي السنة بيقول لي فيه مثلاً مسائل هو الأستاذ مرات بيكون مش متأكد آآ م شاء الله بيقول لي بعطيها الرياض وبيكون أول دفتر بفتحه لأني بعرف أنه الرياض هيكون حالة لها وعن جد فعلاً بيكون حالة لها طب أنت كيف يتعامل مع ولديك إذا أنت ما عنديك هذه القدرة في الرياضيات؟ هلأ شوفي أنا كثير بحب كمان الشيء أسمى فأنا بقول له طلعلي بالرياضيات يعني وبعدين أنا بحب أن أميله إياها يعني هو عند طب أنت تحب الرياضيات بس مستواك يمو من مستوى صح؟ ايه هو أعلم؟ ليش السؤال على الفيديو؟ فشيء أسمى بعدين لا لأن أنا بتخيل أنه لو أنا أمه عندي ولد وشوية يعني هو متقدمة علي في العلم هلأ أنا مثلاً دايماً حتى لو مش أخدم المدرسة بروح الشيء أسمى على الانترنت بحب أطلع له مثلاً أسلي يعني بحب أني أتحدى عرفتي لأنه هو بحب هو هيك شخصيته يعني بعدين هو من النوع اللي ما بحب الفشل ما بحب الإخسار عرفتي فأنه بحس هاي يعني هاي الشخصية بتميزه أنه تدفعه لقدام تدفعه أنه يكون أحسن وطبعاً يعني الشكر طبعاً للمدرسة لأنه كمان عندي ابني عمره ست سنوات رمزي عنده موهبة الرسم وهلأ أستاتيسه ضلوا وراي لأنه بيرسم كتير أكبر من عمره فهلأ يعني ضلوا وراي لحطيته بمعهد برات المدرسة عشان أن نميلوا هذه الموهبة جميل أستاذ إيمان أبغا سلك هل يعني فيه اختبارات محددة بتعملوا لهم هي بعد ما تكتشفوا أنه هذا الطفل عنده موهبة معينة فيه اختبارات يخضع لها طبعاً في بداية العام عند التسجيل لدينا اختبارات عادية بعد التسجيل والالتحاق التلميذ بالمدرسة نقوم باختبارات أخرى وملاحظات من المدرسة وأيضاً نأخذ معين الاعتبار ملاحظات الأهالي لأنه في بداية العام بيكون الطفل بعد وجديد على المدرسة يحتاج لاكتشاف هذه المواهب الموجودة عنده فبيكون فيه اختبارات بتأكد على أنه هذا الطفل يتميز بهذه المادة وهناك سمات أصلاً اللي بيكون عنده ذكاء معين يعني الطفل هذا بيكون عنده التزام باللي بدي يعمله مثلاً يكون لديه القدرة على أن ينتج أكثر من أقرانه في الفصة بس بنسمع كمان لو يكونوا شوي أشقي أو حركين هنا يأتي دور المدرسة لأنه قلت أن السمات هنا الإبداع عندنا الالتزام وأيضاً الطفل هنا لما يجد من يعطيه هذه الأنشطة التي تثري هذه المهارات فتتجنب كل هذه المشاكل ولا نأخذها بشكل سلبي بل بشكل إيجابي وأردت أن أعقب على شيء مهم بالنسبة للأستاذة هبا تحب الرياضيات وتعشق الرياضيات وقلنا بأن الموهبة موجودة في الطبيعة إذن تحتاج إلى من يثريها لو وجدت البيئة المناسبة كما وجدها الرياض الآن في مدارسنا أعتقد ربما سبقت الكثير من المدارسين الموجودين الآن على الساحة بس الرياضي لقاها في المدنس وقاها في البيت هذا شيء جميل ربما في أطفال يكونوا عندهم أهالي ما يساعدوهم كثير في البيت كيف أنتم تتعاملوا معهم عشان ينموهم كما هم في البيت صحيح في مدارسنا نقوم باجتماعات أولياء الأمور اجتماعات أولياء الأمور نركز على بعض ورش العمل لتأكيد كيف يقوم الولي الأمر بمساندة ابنه أو ابنته في البيت فنعطيه بعض النقاط المهمة التي يجب أن يتبعها ليقوم برعاية طفله أيضا في البيت ونؤكد على أننا يدا واحدة نستطيع أن نرقى بهذا الطفل نعم هل بيكون في دمج بين الأطفال الموهوبين وغير الموهوبين؟ عادة نعم يوجد دمج بين الموهوبين وغير الموهوبين وذلك لإيماننا بأن الطفل نهيئه لماذا؟ للبيئة المحلية نهيئه للمجتمع إذا أردنا أن نفصل هذا التلميذ المتميز ونضعه في صف لوحده مثلا مع أقرانه في نفس المستوى لا يستطيع أن يتكيف بعد ذلك مع المجتمع وإن وجد في بعض الأحيان صعوبة يستطيع أن يتكيف مع زملائه بسهولة لأن لديه القدرة العالية بالتكيف ولكن الأقران يمكن أن يشعروا في بعض الأحيان بأنهم لا يستطيعون فهمه أو هو يتميز عنه بعض الغيرة فبعض الأحيان يتكيف التلميذ الموهوب لأنه يرغب بالحياة الاجتماعية الموجودة الأطفال الموهوبين كمان يكون عندهم الحس الاجتماعي شوي أخاف من الأطفال التانين تلاحظ شيء زي كده في رياض أو لا عنده هذه المشكلة مثل ما قالت السيدة إمان بيعتمد على يعني مثل عم تقولي إذا نحط بصف كلهم بنفس المستوى يبطل في دافع يعني بيصير في أنه هلأ يعني كل واحد بينزل على مستوى صاحبه رفتي بشكل يعني الاجتماعي عم بحكي آه أوكي طيب هل في مواد مثلا ما يحبها الرياض ما إنه يحب الرياضيات في أشياء ينفر منها أو ما تعجبه؟ أو ما عنده مشكلة في الباقي؟ هلأ ما عنده مشكلة بالباقي مثلا المادة الفرنسية مثلا أكثر شيء مش كتير عنده رياضيات أول شيء بيحب الإنجليزي العلوم والأشياء الثانية مثل ما قلت لك إحنا ما كنا عايشين هون فشوي عنده اللغة العربية بس يعني هلأ صار له ثلاث سنين بها المدرسة يعني الحمد لله بعدين طريقة التشجيع للولد يعني شو اسمه؟ هو عم ياخد نيتف آربيك مش نون نيتف والحمد لله يعني ماشي وخلص يعني متحمس بعدين صار عنده ثقة بالنفس كان أول شيء كتير يستحي هلأ مثلا حتى لو يمكن أنا هادى اللقطة أنت بتقولي بيستحي أنا هادى اللقطة اللي كنت أشير لها بيستحي أحيانا يكون عندهم التواصل الاجتماعي مع الناس شوية خجول بالنسبة لهم بس هلأ الحمد لله يعني حتى بالصف العربي حتى لو عارف يمكن سؤاله حيكون غلط أو مش بمحله بيسأل هل في كان تصرف شيء معين كنت مثلا تاكل أكل معين أو شيء وقت حملك مثلا برياض أو ما له علاقة ما له علاقة سيدة إيمان والله في بعض الدراسات تقول بأنه لها علاقة وفي البعض يقول بأن الموهبة ممكن أن تكون وراثية أم هي مكتسبة ما أنه سيدة إيمان عندها دراسات كثيرة حول الموضوع الموهبة ولكن اللي بيأكد علي أنه هي هبة من الله سبحانه وتعالى وأيضا البيئة الثرية وأريد أن أضيف هنا شيء جدا مهم بالنسبة لأي مدرسة أو لأي ولي أمر بأن الأبناء هم لغز وكنز فإذا استطعنا أن نحل هذا اللغز فلابد من أن نصل للكنز والذكاءات المتعددة التي كنت تحدث عنها التي نحن مناخدها بأكاديميات الدار بعين الاعتبار هي ممكن الطفل يكون متميز بالرياضيات مثل ما قلنا ولكن مش متميز باللغة ولكن ممكن يكون باللغة أو بالموسيقى وهكذا إذن كل طفل يعتبر فريد بحد ذاته وما في حدا ما عنده موهبة كلها في حدا إلا ما حدا عنده ممكن يكون موهبة أو ذكاءات اجتماعية ممكن يكون مثل ما قلنا رياضيات أو لغة وفي شيء كتير مهم بالنسبة للمدارس منحفز عليها هي الأنشطة اللاصفية اللي هي الأنشطة بتكون بعد المدرسة جدا مهمة لتنمية هذه المهارات لدى الأطفال سيدة هيبة أخيرا بس بدي اسألك رياضة اليوم إيش بيحلم إيش تلاحظ فيه كده يبغى إيش بيكون بكرة لما يكبر هلأ هو حلمه أنه يكون مهندس لأنه بيحس أنه مادة الرياضيات كتير إلها علاقة بالهندس البروديوسر كان بيسألنا على الهوى أنه أسأليها إيش التخصص فكان بيقول لي إذا كان بدي يكون مهندس أو شيء أتوقع مهندس مع ماري كمان أوكي تحديدا إنتي بالإسباليك إيش تشوف اليوم رياض فين هيكون بغض النظر عن عمله هل حنتشوف مثلا معادلة جديدة تشوف شيء رياض يدخل فيها مثلا المستقبل إن شاء الله يا رب أو كتبت جينس أو شيء إن شاء الله ليش لأ أكيد كل أم بتحلم وزي ما قالت السيدة إيمان يعني كل ولد وكل بنت كل واحد عنده مهات وكل واحد بيتميز بشيء بس المهم أنه الأم أو الأب أو المدرسة يعرفوا يكتشفوا هده صحيح تصديقا لكلامك ممكن أقول أنه ممكن لأنه مثل ما قلنا السيمات الخاصة بالذكي أو الموهوب بيكون عنده إبداع والإبداع بيكون شيء جديد لم يسبق اللي هو الأصالة فممكن كتير منتأمل خير وهذا الشيء بتمنى ويوجه له تحية لرياض وكل الأطفال الموهوبين ومنقلهم إن شاء الله نحن في مدارس الدار إن شاء الله نسعى دائما لتلبية احتجاجات كل الطلبة بإذن الله أنا بصراحة اللي يهمني غير المدرسة كمان الأهل كيف يقدروا يكتشفوا مواهب أطفالهم هذا أحد كتير مهم عشان حتى يقدروا يساعدوهم عليها حتى لو يودوهم على المدرسة أو أين يكون يعطيكم العافية من كل التوفيق لرياض ولكي سيدة هيبو شكرا لك شكرا أهلين مشاهدين هذا الفاصل قصير ومواصلين معكم سيدتي خليكم معنا في سيدتي بعد الفاصل الحب في زمن البوتاكس تجربة كتابية أولى لجهاد التابعي وقضايا المرأة ملونة بريشة الشروق أمين أحييكم من جديد مشاهدين متابعين معكم فقرات سيدتي والآن إلى تقرير يعرفنا على رؤية الكاتبة الكوتية شروق أمين والتي حولت موهبتها إلى الرسم فدافعت عن قضايا المرأة بريشة والألوان نتابع سويا عندما تقرر المرأة أن تعبر عن كل ما يؤلمها من قضايا ويحرك ما بها من أنوثة وأمومة لتشتاز بإنجازاتها تماما كالكاتبة والرسامة الكويتية شروق التي جعلت لقضايا المرأة ريشة ولون أنا كنت أرسمه مجرد كتعبير بعدين مريت بمرحلة اللي خلتني أشوف الفن بطريقة مختلفة اللي هو مرحلة الطلاق لما مريت بمرحلة الطلاق شفت نظرة المجتمع للمطلقة شلون شفت غضب العائلة أن المرأة تطلب الطلاق شون النظرة أنه عندك أطفال أن حياتك انتهت بالنسبة لمجتمعنا المرأة بسن الأربعين وعندها أطفال خلاص حياتها انتهت فأنا هالأشياء كلها صرت وايد أثرت فيني فصار يطلع باللوحات وكان أول مجموعة اسمها سوسايتي جروز بنات المجتمع وركزت على الامرأة الخليجية بالمجتمع وكان معرض ناجح واستلمت فيه قضايا المرأة هاي أول مرة استلم قضايا اجتماعية وسياسية ودينية باللوحات من زواج القاصرات وقضايا الجنس والرقابة وقمع الحريات وسلطة المرأة كلها قضايا قررت السيدة شروق تسليط الضوء عليها من خلال جولة على أهم لوحاتها التي شرحت لنا تفاصيل وأسباب رسمها لهذه القضايا اللوحة هذه تتكلم عن الزواج من القاصرات وهي يعني موضوع وايد مهم عندنا بالمنطقة أنا طبعا أسمع كلام دفاعا على هالعملية هذه إن هذول الرجال قاعدين ينقذون هالبنات من الملاجئ ومن أماكن الحروب وما عندهم أهالي وينقذونهم يزوجونهم ينقذونهم أنا بالنسبة لي إذا فعلا أني صافية ويبني ينقذ البنت يتبناها يأخذها كبنتة يربيها ويعلمها مو كزوجة بالعكس هذا شيء رح يدمرها هذه إنسانة تدمرت للحياة خلص فاللوحة تبين حتى تشوفين الرجل واقف وماسك البنت اللي صغيرة وهي من من اللغة الجسم يبين أنها هي خايفة وأنا حطيت للقناع اللي كأنه هو وحش أنه رح يفترسها إحنا عندنا شيء اسمه اللي هو سبجكتف سنسوشيب اللي هو الرقابة اللي تكون على مزاج المراقب اللي قاعد بالمكان إذا كان فيلم على حسب الشخص اللي قاعد يسوي الرقابة إذا كانت مجلة وبيغطون إيد ولا بيغطون رجل الرجل على مزاج الشخص اللي قاعد يسوي الرقابة فأنا اللي قاعد أقوله أوكي لازم فيه شوية رقابة أكيد بس خلي رقابة تكون موحدة ليش ما عندنا مجلس للشرق الأوسط يحطون رقابة بوحدة لكل البلدان طريقة منطقية الله المرأة مخلوق رقيق جدا يعني حتى في مشاكلها بتعبر بالرسم والريشة والألوان على العموم من تجربة شروق أمين إلى التجربة الأولى للكاتبة جهاد التابعي والتي اختارت الحب في زمن البوتوكس كعنوان لإزارها الأول نتابع سويين من قلمنا يهوى الكتابة ويستحوذ على أعجاب من يقرأها على مواقع التواصل الاجتماعية إلى كاتبة محترفة تتحدث عن الحب في زمن البوتوكس رجعت للحاجات التي كتبتها زمان وكتبتها ونفس سنوي والحاجات رائف في الحاجات لقيت أنه ممكن أجمع ده في كتاب لأني لقيتني عندي خط أن أنا معترضة على الاصطناع في المجتمع أن كل حاجة مصطنعة الحب في زمن البوتوكس يتناول لموضيع جريئة برؤى شبابية لا حدود لحريتها البوتوكس هو زي السلكون كده مادة تجملية بتتحقن في الوش عشان تخلي شكله شباب بتعيد شبابه تاني بس بيبقى يعني نحن نرى الكثير في التلفزيون مثلا المواصلات اللي عندنا بوتوكس بتبقى بتتكلم وبتعيط وبتضحك وبنفس التعبير وبنفس الوش وشان بيتحركش مبتقدرش تصدقها ده موجود في حيات كتير في حياتنا في السياسة في الفن في الحب في كل حيات تتكلمت عن الحب بس بشكله الموجود دلوقتي انه من بره بس يعني ما محدش من جوا بيبقى عارف بيحب لي او عايز ايه من الحب ده كله بيبقى عايز يعمل علاقة وخلاص اتكلمت عن حاجات كتير بجورة اتكلمت في العادة السرية بس من وجهة نظر شبابية بحتة ما اتكلمتش من وجهة نظر طبية ما اخفتش الناس تقول علي قلت الأدب لانه لما كل واحد بيعود بينه وبين نفسه وبيسأل نفسه الأسئلة اللي انا بطرحها هيلاقي انه هو بيعمل معظم الحاجات اللي موجودة في كتابي هو يعملها يفكر فيها بعد هذه التجارب الجريئة للسيدات نروح فاصل ومتبعين معكم سيدتي خليكم معا اسمها نوف التقت أمها بعد عشرين سنة من الفراق اسمها شمس خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح اسمها ندى أو وفاء لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة كيف نجعلها تتمسك بالأمل قصة السيدة الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة في سيدتي بعد الفاصل أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي دوت نت أهلا بكم من جديد وصلنا مشاهدين إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي نبدأها كالعادة مع تويتر إذ ناقش المغردون اليوم ظاهرة سرقة الأفكار وانتشار النسخ واللسق مما يقلل من الأفكار الإبداعية ويحبط المبدعين الذين يجتهدون في إنتاج أفكارهم هالة المفلح غردت من السهل سرقة الأفكار إذا قلتها فإذا أردت الحفاظ عليها فلا تقلها لأحد حتى تنفذها وإذا أردت أن تفيد غيرك بها فقد فعلت أما جميل الزهراني فغرد أو يرى جميل الزهراني أن سرقة الأفكار الإبداعية من الآخرين لا يعطيها صفة التمييز مهما حاول السارق لذلك تبقى هناك أفكار ولمسات لا يستطيع أن يصل إليها أحد أما أمل الشهري فغردت لست مرغوبا في كل الحالات ربما فكرتك قد يوصلها غيرك وتجد قبولا منه أكثر مما لو صدرت منك المهم أن تصل فكرتك بشكل صحيح طبعا السرقات ليس فقط للأفكار أحيانا حتى تحط خبر تشوف العالم كلهم من براك حطوا الخبر ونسبوا لنفسهم تويتر والتواصل الاجتماعي بشكل عام توجد غالبا عشان نبدع ونطلع الأشيال في نفسنا ونحط الكلام اللي إحنا بنعيشه ونشوفه ففكرة السرقة أصلا فكرة غير محمودة في كل الحالات يعني خلوها فرصة لكم عشان تطلعوا وتبدعوا في تويتر أو في التواصل الاجتماعي بشكل عام خلينا مشاهدينك العادة نروح لليوتيوب من بعد تويتر وفيديو يصور لنا ردة فعل امرأة بعدما وصفت بأنها من أبشع النساء على الإطلاق نتيجة إصابتها بمرض يعاني منه ثلاث أشخاص فقط في العالم نتابع كيف جاءت ردة فعلها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على فيسبوك اختنا لكم منها خبر اتباع نجمات حلوود لعادات غذائية غريبة غير الحميات القاسية طبعا سببت لهم أمراض مختلفة واختلال في نظام حياتهم فالنجمات العالميات زي مدونة مثلا تتبع حميات تسميها حمية الهواء تقوم من خلالها بالامتناع الكل عن تناول الطعام لفترة محددة أما جيلفر أونستن فلا تتناول في معظم الأحيان طعام الفطور وتشرف في المقابل عصير الليمون معتبرة أنها أفضل طريقة للتخلص من الدهون نعتقد أنه البعض حاول إتباع هذه الأفكار من جمهات حلوود لأنه معروفين برشاقاتهم عموما نروح لحساب سيدتي نت على تويتر إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا وهو شبيه بفيروس سارس وذلك بعد أن أبلغتها وزارة الصحة السعودية أنه هناك مصابا بهذا الفيروس عانى من المرض بشكل غير خطير مؤكدة أنه قد تعافى وغادر المستشفى وحتى الآن ليست لدى منظمة الصحة العالمية أي معلومات للتوصل إلى استنتاجات بشأن انتقال هذا الفيروس الذي تم التحقق منه للمرة الأولى في منتصف عام 2012 هادم شاهدين فاصل الأخير ومواصل معكم سيدتي شكرا لكم معنا أنت متفوقة معها والطموحة معها أنت السعيدة معها الرابحة معها الرابحة معها معها أنت الشابة الدائمة سيدتي سيدة المجلات العربية سيدتي نات معكي أثناء دراستك معكي في مملكتك ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة في سيدتي بعد الفاصل أليساندرو منديني عرض قطاعه الثمينة من المجوهرات في معرض أرد ديوباي ومايا وزينب موكهي جمعهما شغفهما في تصميم المجوهرات أهلا بكم في القسم الأخير من سيدتي لهذا المساء عرضت دار كارتي على مدار أربعة أيام متواصلة حوالي خمسين قطاع ثمينة لمصمم المجوهرات الإيطالية أليساندرو منديني كاميرا سيدتي زارت المعرض وعارت بهذا التقرير تحت اسم لمصمم المجوهرات الإيطالية أليساندرو منديني عرضت دار كارتيو على مدار أربعة أيام متواصلة حوالي خمسين قطع ثمينة في معرض فن دوباي هذا هو الثالث في تصميمنا في دوباي وكما ترى يوجد أن نميز المجوهرات الإيطالية وهي مدار أكثر من عرضاً يوجد عرضاً نميزنا 50 عجري هذا هو مجوهرات هذه عجري هذه عجري مجوهرات مجوهرات تصميم 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 مايا وزينة موكهي اللي راح يكشفوا لنا اليوم عن ولعهم بعالم المجوهرات أهلا وسهلا مايا وزينة أهلا أهلا أول حاجة تحت الهو كنا نتكلم فكنت تفاجأت أنه عندكم تاتش الهند كتير واضح فيه أنا شايف الحلق اللي بسينه كديش مهم أنه ناخد من ثقافات اللي من بره في المجوهرات وكديش احنا ممكن نتقبلها في العالم العربي هلا هو كتير مهم هلا نحنا سأبيت أنه نحنا الوالد من الهند والأم من لبنان وثنانيتهم جوهرجية فكبرنا بهيدا الجو طبع مزج الثقافتين إذا بديك هلا كديش ساعدكم كتير هلا ساعدنا لأنه منتميز بهيدا الشي منخلط كمانا الستايلز بالمجوهرات وقدي العالم بيتقبلوه أول شي ما كان عندهم كتير كانوا ينقزوا لأنهم معاودين أكثر على المجوهرات الكلاسيكية بس هلا مع الوقت لا بالعكس صاروا زبوناتنا ومن ما بيتعرف علينا عا بيحب لأنه بدهم شي بيختلف عن اللي بيشوفوه عادة وبنفسه عاد فيهم يلبسوه مايا أنا شايف أنت لابس حلق أخضر وحلق أصفر كديش مقبول في يعني يمكن هذا الستايل استايل معين من البنات يمكن أنا ما يسمى ممكن ألبس شيء زي كلا ممكن ألبسوه يعجبني بس غيري ممكن ما يعجبهم كديش عليه إقبال في رأيك عليه هلا أكيد مش كل الحلق يلي عنا يهون هيك أكيد بس نقصد هذا الستايل تحديدا لا هلا بالعكس يعني يلي بيحبوا هيدا الستايل ما بيتلبوا هيك إشياء وأكتر كمانا فبالعكس يعني هيدا بيخلينا نحنا كمانا لما عم نشتغل على ديزاين جديد أو على كولكشن جديدة منصير ناخدهم بعين الاعتبار أكتر من قبل من قبل كنا نخاف وشو حيقوله هيك هلا بالعكس نحنا من قوي أكتر لحتى نشوف شو حي تكون ردة الفعل وكلمة عم بيحبوا أكتر كلمة نحنا بيسيبها نعطي أكتر ايش الأحجار الموجودة اللبستها؟ هلا هنا معمولين من ذهب ومن فوق في عنديك ألماز والحجر هي جيد اسمها جيد الاتنين نفس الشيء نعم انا شايف كمان زينة لابسة حلق ستايله كتير واضح انه هندي ايه مع ترايبل وأكتر طب ايش ايش اختلف عن اللي فيه في الهند؟ ايش اختلف؟ تختلف منيحة لأيه اللي فيك تقولي اللي بيشبه بعض هو أنه أنه عنا الأحجار الهندية وهيك بس الستيل نعمله أكتر على شو؟ على ستيلنا ايه ونحنا الشهر كان بدي زيدا أنه لما منعمل قطعة منعمل كالزا ستايلز لأنه نحنا في شهرتنا هو هاد الحلق ظاهرة لانا عشان ايه هادول هني هادولي أكتر ترايبل من ما أنه انديان ستايل بس لأنه ألوان وهيت طب ايش اللمس اللي انتو ضايفينها مختلفة عن اللي بنشوف في السوق؟ هيدا انجل هون انتو يقولي نحنا أكتر نحنا أكتر جولر ستايلز يعني نحنا نحنا نبيع ستيل أكتر من أنه نبيع بس قطعة وكل قطعة عنده قصة وكل شيء نحنا عملينا بشكل أنه كيف دائما تلتبس وبيصير فيك مثلا لما مثلا نشوفين خواتم اللي أنا اللي بستها بتجي لعنا الزبونة بتصير مثلا زينة بتقولها أي خواتم فيها تلبس مع بعض مش أنه بس خاتم واحد ثم نعطيها ستيل بتصير كل مرة وكذا مرة هيك بيصير مع زبونتنا بيرجعوا لعنا بيقولولنا أنه إيه نحنا نسير وكانت عم تلفط نظر مثلا قطعة واحدة بتعمله أو بتعمله أكتر؟ نعم بس حسب أوقات مثلا إذا معنا حسب قدي عندك حجار قلتي لي تحت الهواء أنه بتحب وتعمل الأشياء الديلي أكتر اليومية وعملية أكتر قديش الأسعار تكون مناسبة أنه أنا أشتري قطع مجوهرات وأمشي بها بشكل يومي؟ هي هيك بلاشت الفكرة أنه كل المجوهرات اللي منشوفها الثامينة ما فيك تلبسها كل يوم وما كل حدا فيه يلبسها فنحنا قلنا خلينا نعمل شي يدرو يلبسون النسوين كل يوم على الشغل على حيالها دهرة ويقدرو يدفعوا حقها كل شي يعني يعني قديش القطع تقريبا يعني مثلا هو عندك نحنا موكي سيستورز عندك أربعة كلاكشنز بيجو تحتها لسه وكل كلاكشن عندها بريس رينج تعييتها سو مسلا عندك أوش مسلا في عنا البيبي روكس اللي هنه كل شي للولاد بيبشوا من سبعين تمانين لحديد بيك الشي ميتان دولار في عندك أفور يورس اللي كل شي كلاسيكي الرينج تعييتها بين خمسمية سبعمية بس أعلى قطع بيك بشي ألفين دولار ونو حسب الكولكشن في عنا كولكشن تيلتي اسمه كنتاجرس هوني وما نحنا فينا نعمل شو ما بدنا من نجيب حجرة من خليها تكون تريند إنه معنا لما شو ما بدنا نصمم من نصمم متى هيدول الحلقات هنا تحت كنتاجرس بيتصمموا كيف إنه مثلا إنتو ثلاثة أخوات قلتولي حتى في أختكم مينا بيتصمموا كيف بالاتفاق مثلا أنا عجبتني هذه الفكرة وإنتو أصلا في بينكم خيط مشترك إنه مع بعض خيطة كتير حالي دا السؤال كل مرة زينة بتدهر من المكتب أنا بنيش بصمم بجولي الأفكار لا بس هو أنا ونحنا مقسمين الشغل أنا وزينة أكتر شيء نحنا اللي منصمم ونحنا منصير مثلا إذا أنا صممت شيء نرجع منحكي أنا ويها منشوف كيف فينا نعدي إذا ما عجبتت واحدة فيكم ممكن تبطلوا القطعة مرة صارت صارت حسب ما فيها نحكيهم بالهواء منصير من نعمل بأنه لأنه إخلي نهركة مننا إحنا إخوة إي سوى مش متل اتنين عالم راحين يشتهروا إنه فينا بعشوة نضرب بعض أوش لا بس منصمم نتفي نتفي ونرجع منشوف كيف فينا نضبط هشيطة اتنينتنا رأينا يزبط حتى مينا مثلا بتقلنا شو منقص شو العالم عنده طلبه شو بيفضله الزبائن لما بيتجوكم سيدة مثلا تقول لكم عجبتنا القطعة بس بدي فيها تغيير معين نغيره ولا حسب من قبل كنا نقول اوكي هلأ عشان كنتم مبتدئات ايه بس مع الوقت لا بالعكس نحنا معنا مشكلة إنه بإخلت النهار بدنا إنه كل زبون يكون مبسوط بس ما بقى منقول ايه بكل سهولة لأنه وقت نحنا نشغلين على قطعة ما فينا نغيرها اوات نحنا عاملنا هيك لسبب معين فما فينا بس إذا اوات فينا نوصل لشي إنه تنيرتنا نكون مبسوطين أوكي لش لا طب يعني الألوان اللي أنا شافتها أنتو اللي أنا لابسينا هي ألوان صيفية هل بتمشوا مع الماضن في الشيطة في ألوان معين ننازل في نغير ولا عشان هاد الستايل بتضطروا تمشي مع الألوان اللي انتو تحبوها اللي هي الفريش والله هو هيك وهيك هلأ نحنا كتير من روح على معارض مجوهرتي اللي بتصير برا وهيك وكتير منتأثر بين بالمودة المجوهرات اللي منشوفها بالمعارض ويالي مثلا منشوفها عن أهلنا أو يالي نحنا أزوقنا العين كيف بتنظر لكم إنه انتو طلعت شوي عن الخط صح؟ يعني بس بعدنا بنشتغل معهم هلأ أول لما بس هم نقصد عندهم استايل كلاسيك أكثر منكم كيف ينظروا لكم؟ إنه بنبسطه اللي ايش بتعملوا انتو؟ بس أبدا كيما بنعمل أطعى مرار إذا من هيك بتكون هيك أطعى ولو فخاري بنبسط فيها بنهديها للوالدة وبتلبسها تلبسها وهي تلبسة أغير طولها استايلة يعني إنها منقول اوكي باكي ما حتلبسها بس لما بنشوفها هم تلبست أكتر حلو إيش الأحجار اللي تحب تستخدموها أكتر؟ أكيد ألماز وبعدنا منحب ليش أكيد ألماز؟ لأنه صراحة ما في شي أحلى من ما في حجرة أحلى من الألماز وأكتر شي على طلب إنه هيدا هو هي أكتر حجرة ثامينة إذا بديك وبعدنا حسب مثلا منحب نكتشف أحجار مانا كتير مستعملة بالصوم نعمل عملنا كولكشن على الحجرة الأوبال مثلا كان كتير عملنا هيدا حجرة نصف كريمة كانت درجة بالسبعينات وفجأة سروا عم بيستعملوها بالمجاهرات الكبيرة فنحنا كمانا استخدمناها أوبال أوبال إيش اللونة؟ هي بيجي كازا لون بس شوي رمادة مع لمعة صغيرة خفيفة أو أخضر أخضر وأزرق في عنا خاتم ما بعرف إذا حطوا الصورة هنا أكيد نحط عرضه مسموع جميلة جدا من طب إيش الأقبال أكتر من السيدات على الحلق والخاتم والسلسل؟ في شي معين أو بشكل عام؟ أكتر شي خواتم عنا نحنا خواتم وبعدين أساوي روح حلق أكتر شي هاد الخاتم كنت تقول عنه؟ لا هادة إمرود باخليكشن كلاسيكية اسمه هادة إمرود مع ألماز هذي ما احتاجت دراسة او احتاجت شيء عشان تناسق الله؟ بلو بس ويكا منا اخلط لنهار زوء وحس نحنا هاي دعمنا ومع الوقت تتعودي ممكن بسيء اي يعني مثلا حتى انا لما رحت درست كل شيء يعني اللي تعلمته هو اكتر اذا بديك التاريخ اكتر من كيف تنعمل الشغلة او كيف تنسقي طب وسط السوق والمنافسة فين شايفين نفسكم؟ مين بنفسكم؟ هلأ بلبنين صار في كتير في عندك مصممين مجوهرات حتى بالعالم بس استعيلهم ماشي معاكم انه؟ هلأ في شوية فرق طب هي انتو بتنفسمي اذا ما بديك تنفسمي ما في نقول اسم ما في اسمي معيني بس لا في رينج يعني حتى مش بس بلبنين عنده مثلا اصحابي كويتية بيصمموا كمانا اذا بديك من نفس بعد من ناحية انه بيلتبسوا لكل يوم بس كستيل انا بلاحظ انه الاكترية عندهم استيل طبعا كيف ما نحن عنها استيل طبعا هيدا هو الحلو طب انا يعني بدأت معاك من نقطة نصكم الهندي اللي مؤثر على ذوقكم في المجوهرات ابغى اسأل انه مع هذا النص الهندي كيف تلاقوا الفرق بين المجوهرات او الاستايل العربي والاستايل ايش اللمسة المختلفة بينهم الاثنين هلا اكيد متخصصة في المجوهرات ان اسألك في كتير فرق بينتهم اذا نحكي كمجوهرات لبنانية ومجوهرات هندي عربية بشكل عام وهندي يعني اعنى الاحجار والذهب وهيدولي كلهم بيختلفوا بس الحلو اليوم انه المجوهرات الهندية مثلا من العشر سنين ما كانت درجة مثل اليوم اليوم صاريت مودة عالمية سو هون صار فيه كبول اكتر على هيدا شي سوى عام عم بقدروها اكتر بلبنان اكتر كلاسيكية يعني كتير مختلفين عن بعض بس ما في الشي انه لمسه معينة حجر معين يحبوه في العالم العربي اكتر من الهند او شيء من هذا القبيل لا لا انه بيختلفوا طب اخيرا يعني هل فيه مثلا قطعة تعبتكم اخدت منكم وقت تصنيع او شيء او بشكل عام الشغل دائما متساوي تقريبا في شكل تذكروا الان هو في مره في اكت LGBTQ design خقام انا كن بدي فكره معينة زينا اصلا بده وقت الدي تنزل س المسحة لما مباعني شو وما اسمعت كلمتها وبعد سلي لاحزت انه كان لازم لانه مسلان سعيت على المهدة هل هذه متعلق util الحلوب هذه النسأة اللي هيك افانقارد بعرف شو المهد قبل ماتنزل أنا كتير مبسطة اليوم تشرح معرفتكم وحبت كتير حتى الأكسسورات اللي أنا شافتها على الصور شفتها حلوة وكمان حتى على طبيعة أحلى وأحلى شكرا مشاهدينا قبل ما نختم معكم حلقتنا اليوم من سيدة تخلينا نروح لبيروت زي العادة مع زميل غينة أميوني نتعرف معها لأبرز عنوين برنامج ببيروت إليك يا غينة مساء الخير مساء الخير مايسا يصعد مساكي ومساء كل مشاهدي برنامج سيدتي ويعديكن ألف عافية لحظات قليلة وبدأ برنامج ببيروت وأبرز علي خليكي وأبرز فقرات حلقتنا للليلة نبدأ مع حصل التصرف والإبتكات مع خبيرة الإبتكات سونيا صباح ولكل محبي اليوغا فقرة خاصة مع كاترين شدياء إضافة إلى الابتكار بخدمة الإنسان موضوع منصلة الضوء عليه أو تعرفنا عليه أكتر ضيفتنا مصممة الأحزية لايا رحمن وختمة مع الفنانة ألين لحود اللي راح تكمل نوعا ما مسيرة وليبتا الراحلة سر والأطريب إذن هذه هي ميثة أبرز فقرات حلقتنا للليلة يعطيك ألف عافية ولحظات قليلة وبينطلق برنامج ببيروت كونوا كثيرا مشاهدين على الموعد أكيد على الموعد غينو يعطيكم العافية مشاهدين شكرا للمتابعتكم لهذه الحلقة وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة